مرحبا أهلا وسهلا شكرا على تفاعلكم نحكيه على حادثة صارت أمس في منوبة على ما أظن ناخد كل التفاصيل بطبيعة وقتش صارت الحالثة وتفاصيلها تلميذي يعتدي على زميله بألا حادة على مستوى أسفل للظهر شنو اللي صار بالضبط شنو اللي التفاصيل شنو وضعيته للصحية نحكيه في الموضوع تود شويتا نعالجه ظهرت العنص المؤسد تربويس هو اليوم الأسف العودية فيقو كان كيت تصير الكارثة معنا توقتي تفكر ولده ولا تفكر بنته معنا شو يعمل وشو مخبي في ساكو يقولك لا يكبر معناتها سوطة شنعام كبر ولا يعمل على روحه سوطة شنعام روه ما زال طفل حسب مجالة حماية للطفولة ما زال في عمر طفولة وما زال تحت الوصاية متاع والدي ولازمنا الرقبون تحملوا مسؤولية ليتحطوا مستقبله كاملا ولا ليقدر غدوة يدخل الاسلاحية وصيق مستقبله جوفا شو نعمل وقت وهنا يراه العائلة يجب أن نحمو المؤتدي والمؤتداء عليه المؤتداء عليه نحميه كيف يتصرف والمؤتدية كيف نوصيوه ونهديوه ونمنعوه من المخيرات في السلوك الإجرامي هذا ونحاول وكيف يجب أن نحميه لازمها دراسة سوسيولوجية معناها نفسية عميقة لكي نعالجوا ظاهرة العنف في المدارسة إن شاء الله هذا هو المهمة لأن اليومة نحقيقها من كل النواحي العنف اللي قاعدين نحكيوا عليه شكراً فضلك سيد العميد سلام اليوسفي المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة شكراً على كل التفاصيل اللي قدمت هنا نحكيهم بعد شوية على حديثة وفاة موسندا اليومة بعد سقوطها من المتروت ونرجع للموضوع بأكثر تفاصيل وأكثر بطبيعة معطيات نعطيها عليكم في المباشر مرحبا بيكم أهلا وسهلا مشوارنا بتواصل معاكم بالسبعة وثلاثة عشرين دقيقة مشوارنا يتواصل حتى للثمانية شكراً لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا عشان اليوتوب تاعنا راديوانا فيم اللايف